موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة ثالثة ونصف من قناة السعودية أهلا بكم والبداية بالعنوين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سورينام بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة وسط معارك عنيفة ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في صعدة والبيضاء بسم الله الرحمن الرحيم بعث خادم والحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس دي سيري ديلانو بوتريس رئيس جمهورية سورينام بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده وعرب الملك المفد باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الصديق الضراد التقدمي والازدهار كما بعث صاحب الصمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة رئيس جمهورية سورينام بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين الانتحاريين الذين وقعوا في مسجد بقاعدة عسكرية شرق أفغانستان وسوق مزدحم شمال غرب باكستان أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحة وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقتين متمنيا الشفاء العاجل للمصابين ومجددا وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد الإرهاب والتطرف أكدت وزارة الإعلام أن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان عن تعرض معتقلين للتعذيب في المملكة لا أسس لها من الصحة جاء ذلك في بيان تعقيبي أصدرته وزارة الإعلام ردا على تقارير زعمت أن معتقلين في المملكة تعرضوا للتعذيب ونفت الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات مؤكدة أن المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن إفادات مجهولة أو مصادر مطلعة هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة جازان بجولة تفقدية لعدد من المراكز التابعة لمحافظة بيش واستهل سموه الجولة بزيارة لمركز الحقو التابع لمحافظة بيش حيث التقى مسؤولين ومشايخ وأهالي المركز وبحث معهم احتياجات ومتطلبات المركز من الخدمات والمشروعات التنموية عقب ذلك قام نائب أمير منطقة جازان بزيارة مماثلة لمراكز مثلية والخلاوية والنجوع أعرب خلالها سموه عن سعادته بزيارة تلك المراكز ولقاء المسؤولين والمشائخ والأهالي ومطلع عليه وشهده خلالها من مشروعات تنموية شملت شتى المجالات شهدت البرازيل لافتتاح أعمال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين لمسلم أمريكا اللاتينية ودول البحر الكريبي الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية هناك بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة وقد أشاد عدد من المسؤولين ومثلية الحكومات والمنظمات الإسلامية في كلماتهم خلال حفل الافتتاح بدعم المملكة الكبير والمتواصل لهذا المؤتمر وأكدوا أن المملكة تواصل عطاءات الخير من خلال دعم المجتمعات المسلمة في مختلف دول العالم داعين إلى الوقوف بجانبها في وجه التحديات والتهديدات التي تستهدفها كونها بلد الحرمين الشريفين ورائدة الأمن والسلام كما أكد عدد من المشاركين على أهمية المؤتمر لصياغة خارطة طريق تساعد على تماسك الجالية المسلمة من خلال المحافظة على اللغة العربية ودعوا للمحافظة على القيم العربية والإسلامية وهويتها وتفعيل مخرجات المؤتمر بما يحقق التطلعات ويسهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية اللغة العربية يذكر أن المؤتمر يبدأ جلساته اليوم بمحاضرة افتتاحية لبعال نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق سديري ويعقد عدة جلسات تناقش محاور المؤتمر بما فيها ندوة عن القدس الشريف توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة التقصر هذا اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة هذا وحطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك وحائل والباحة والجوف سالت على إثرها الأودية والشعاب جعلها الله سقيا خير وبرك وعمى بنفعها أرجاء البلاد يأتي هذا فيما أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني على المغاطنين والمقيمين أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراعاة جوانب السلامة عند هطول الأمطار وتجنب مجال السيول وتجمعات المياه وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني أهلا بك أستاذ حسين الحقيقة شهدت العديد من مناطق المملكة خلال الأيام الماضية أنطار رعدية متوسطة إلى غزيرة كيف تقرأ لنا الحالة المطرية المتوقعة خلال الأيام المقبلة؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تأثير الحالة بمجيئة الله مستمر على مجمع مناطق المملكة التي ذكرت في تقين الهيئة العامة للأرصاد وحماية تربية المرتفعات الجبلية لمنطقة مكة المكرمة الإجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة الشعابة، الليد المرتفعات الجبلية على عسير وجازان بالإضافة إلى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية منطقة الرياض تحت المراقبة حتى الآن من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية تربية من توقع أن تتأثر خلال الـ 24 ساعة القادمة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بمشيئة الله أيضاً إجزاء حائل، القطيم كما ذكرت منطقة مكة المكرمة الحدود الشمالية، تبوك كل هذه المناطق ما زالت متأثرة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بمشيئة الله علمياً كيف تقرأ هذه الحالة المطرية التي أنعم الله بها على المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة وما هو التوقع إلى متى ستستمر؟ نعم نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة ونعم بنفسها الجداد والعباد وحقيقة نحن عشنا صيف صاخن جداً وهذه الأمطار حقيقة مفيدة جداً لإعادة الرقع الخضراء على أجزاء من المراطق التي تأثرت في فصل الصيف أيضاً ارتواء الأرض بالماء وهي حقيقة أمطار خير وبركة فأسأل الله أن يجعلها التعمى الجاد بلا شك أن هذه فترة مطيرة والتوقعات ما زالت تعطي مؤشرات إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق المملكة خلال هذا الشهر والشهر المقبل إن شاء الله نقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي عن حالة الجو في خصوصاً فترة الشتاء هذه هل هو شتاء قارس أم هو شتاء أقل برودة من الأعوام السابقة ما هو التوقع في هذا الجانب بالتحديد نعم الهيئة العامة الأمطار السابقة هي تدرس بشكل واضح خلال هذه الأيام مستوى الوضع المناخ لشتاء هذا العام والشرات الأولية تشير إلى أيضاً شتاء قارس على شمال المملكة قد تجاوز درايات الحارة مدون صفر ما بين أربع إلى ستة درجات في بعض الموجات التي قد تؤثر عليها بشكل عام سيكون إن شاء الله شتاء بارد على موضع مناطق المملكة معتدل على السواحل كما ذكرت سنجد درجات حارة الدنيا أيضاً مع فؤصة لأطول أمطار كما ذكرت من متوسطة إلى غزيرة عبر الحد إن شاء الله بإذن الله المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لأستاذ حسين قحطاني شكراً جزيلاً على مداخلاتكم الكريمة وعلى صعيد متصل رفعت عدد من الأجهزة الحكومية في مناطق المملكة جاهزيتها واستعداداتها وفقاً لتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الأمطار الغزيرة التي تمر بها المملكة ونشر الدفاع المدني وحداته الميدانية في عدد من الميادين والمواقع المحددة خلال خطول الأمطار التي شهدتها مناطق المملكة وقد باشرت فرق الإنقاذ عدة بلاغات احتجاز بداخل تجمعات للمياه في بعض الأحياء والشعاب وتم التعامل معها كما تمكنت الفرق الميدانية من إنقاذ عوائل وأشخاص وإخلاء عدة منازل حاصرتها السيول حيث تم إيواء المحتجزين إلى مواقع آبنا مشاهدين تتابعونا في نشرتنا بعد قليل إصدار 36 ألف وكالة إلكترونية خلال خمسة أيام منذ إطلاق وزارة العدل عصر التحول الرقمي أهلا بكم من جديد انطلقت عميات الاغتراع للانتخابات النيابية والبلدية في جميع المراكز العامة والفرعية المنتشرة في مملكة البحرين اليوم واستقبل 14 مركزا عاما ونحو 40 مركزا فرعيا من مراكز الاغتراع الموزعة وفقا لدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء المملكة إضافة إلى استقبال نحو 365 ألفا من الناخبين ويشار إلى أن ما يقارب 293 مرشحا تقدم للمنافسة للاستحقاق النيابي و137 للاستحقاق البلدي حيث سيكون بمقدور الناخبين التوافد إلى مراكز الاغتراع حتى الثامنة من مسائلهم اختتم ببعوث الأمم المتحدة لليمن مارتين غريفث زيارة إلى مدينة الحديدة يوم أمس في إطار جهوده لعقد مفاوضات سلام في السويد خلال ديسمبر المقبل فيما دعا الأطراف اليمنية للانتهاز الفرصة لعقد مفاوضات مباشرة وقال مصدر أممي أن الهدف من زيارة غريفث هو الاطلاع عن قرب على الوضع في الحديدة وبعث رسالة لجميع الأطراف عن همية التهدئة وكذلك التحضير لاستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية ومليشي الحوثي على صعيد المتصل علن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أنه لا يمكن القبول بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج المليشيات الحوثية من المدينة وقال الإرياني في تصريحات إعلامية إن الحكومة الشرعية أكدت في أكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث مبديا ترحيبه بأي خطوات أو مجهود بذله المبعوث الأممي لإقناع مليشي الحوثي بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمها للشرعية وعلى الصعيد الميداني عسكريا تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية تقدماتها الميدانية في مديرية باقم شمالي شرق محافظة صعدة وسط معارك عنيفة تتكبد خلالها مليشي الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العدة والعتاد يوما بعد يوم اتفقد مليشي الحوثي المدعومة من إيران عشرات مقاتليها في المعارك الضارية مع قوات الجيش اليمني في مختلف الجبهات أبرزها صعدة وحيران والبيضاء المليشيات الانقلابية اعترفت بتلك الخسائر في الساحل الغربي اليمني إذ بلغت حصيلة القتلى في جبهات القتالة 804 ناصر بينهم عشرات القيادات الميدانية فيما قتل 722 عنصر هذا ولم تقف خسائر الحوثي عند هذا الحد بل فقدت مواقع استراتيجية في عدة محافظات بعد مواصلة قوات الجيش الوطني اليمنية مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية تقدماتها الميدانية في مديرية باقم شمالي شرق محافظة صعدة قوات تبت رمضان وحسن باقم والقرى محيطة بها عقب هجوم مباغة شنته على مواقع تمركز المليشيات التي لاذت بالفرار تزامنا مع ذلك تواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تطهير المناطق المحررة من الألغام الأرضية والعبوات الناسبة التي زرعتها المليشيات قبل فرارها في محاولة يائسة منها لتقدم قوات الجيش ومع الخسائر التي تلقتها المليشيات الحوثية من قبل الجيش اليمني يضيق الخناق عليهم وأصبحت نهايتهم مسألة وقت إنسانيا نادشنا مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية في مديرية الطلح بمحافظة شبوة يوم أمس المشاريع كثيفة العمالة التي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة حيث تم البدء بتنفيذ مشروع رصف طريق سنحور الذي تستفيد منه سبع قرى بمديرية الطلح التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ألاف وخمسمائة نسبة ويوفر المشروع فرص عمل لمائة وستين فردا بصورة مباشرة وثمانمائة فرد بصورة غير مباشرة وفي سوريا يواصل المركز جولاته الميدانية في محافظة حماة لتقديم الرعاية البيطرية واللقاحات للمواشر التي قدمها المركز للأسر الأكثر حاجة من خلال دعم الثروة الحيوانية في سوريا وتاتي هذه المبادرات في إطار أنشطة تحسين سبل العيش في المناطق المحتاجة والتي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة ابتكر اتحاد مزارعي البن في كولومبيا آلة جديدة لحصد البن والتي ستساعدهم في خفض تكاليف جمع الحبوب والوصول بسهولة للأماكن شديدة لانحدار كولومبيا أكبر دولة منتجة لبن الأرابيك في العالم تفتقر إلى ما بين ستين وتسعين ألفا من عمال جمع الحبوب لكن آلة جديدة ابتكرها اتحاد مزارع البن وشركة برادن البرازيلية يمكن أن تخفض هذا النقص إلى النصف الآلة التي أطلق عليها سمودي أسي ثمانية عشر صنعت خصيصا من أجل أراضي كولومبيا شديدة لانحدار وتختلف عن آلات الحصاد الضخمة التي تستخدم في جمع حبوب البن من أراضي مسطحة في البرازيل لقد اعتاد مزارع البن موريسي جيرالدو أن يرى محصوله يتعفن على الأشجار بسبب نقص العمالة اللازمة لجمع حبوب البن لكنه يشعر بالتفاؤل إزاء الآلة الجديدة الآلة جديدة جدا ستساعدنا في خفض التكلفة عند جمع الحبوب جمع الحبوب مشكلة عانين منها لأننا أحيانا لا تتوفر لنا الأيد العاملة اللازمة لذلك هذه فرصة للاستفادة من الآلة وعدم ترك حبوب البن في المواسم التي لا نجد فيها العمالة فنخسرها ويقدر روبرتو فيليز رئيس اتحاد مزارع البن أن هذه الآلة ستوفر عشرين في المائة من التكاليف التي يتحملها المزارعون لأنهم سيستعينون بعمال أقل وتعتمد أكثر من نصف مليون أسرة في كولومبيا على زراعة البن في دخلها وتستعين بما يتجاوز أربعمائة ألف من عمال جمع الحبوب في العام وفقا لأرقام اتحاد المزارعين وقالت شركة برادن المنتجة للآلة الجديدة إنها ستباع بالتجدئة مقابل نحو خمسمائة وثلاثين دولارا وستكون أول دفعة في أيدي المزارعين بحلول مارس آذار احتشد مئات الآلاف من المتسوقين في الولايات المتحدة الأمريكية في المتاجر والأسواق بالتزامن مع موسم التخفيضات والعروض الذي يعرف باسم الجمعة السوداء والذي يعتبر هو المصدر لنحو أربعين في المئة من مجموع العائدات خلال العام تشهد الأسواق والمحلات التجارية في مختلف دول العالم تخفيضات نهاية العام والتي تعد من أكبر موسم التخفيضات والعروض على السلع والمنتجات المتفرقة حيث بدأت في الولايات المتحدة موسم تخفيضات ما يعرف باسم الجمعة السوداء بطوابير طويلة من المتسوقين ممن يسعون لاقتناص أفضل تلك العروض ويمكن لهذه الفترة أن تكون فترة نجاح أو فشل بالنسبة لبائع التجزئة وتعتبر هي المصدر لنحو أربعين في المئة من مجموع العائدات خلال العام وكان الاتحاد الوطني لبيع التجزئة قد توقع بأن يتوجه نحو مئة وستة عشر مليون شخصة إلى التسوق يوم الجمعة مشير إلى أن المتسوق المتوسط سينفق نحو ألف دولار في عطلة هذا الموسم ويمكن لهذا الرقم أن يصل في المجمل إلى سبعمائة وواحد وعشرين مليار دولار بالنسبة لهذا القطاع هذا وشهدت العديد من المتاجر في مختلف الدول مشاجرات ومشاهد فوضوية إثر الازدحام الشديد فيها في حين اصطفت حشود كبيرة أمام متاجر متفرقة منذ وقت متأخر من الليل استعداداً لافتتاحها في صباح يوم التخفضات للفوز بالسلع المخفضة ويلي الجمعة السوداء في الولايات المتحدة السبت للأعمال الصغيرة والذي يشهد التشجيع المستهلكين لدعم المتاجر المحلية الصغيرة عن طريق الشراء منها كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي عن ثلاثة ألاف عسكري تم تمويلهم عبر مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة خلال شهرين فقط وقال إن الشريحة المستهدفة من المبادرة هم العسكريون في الخدمة المسجلون في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية وزارة الإسكان برنامج سكني وتشمل المبادرة كافة القطاعات العسكرية وأضاف أن المنتجات التمويلية المتاحة للمستفيدين من المبادرة تتنوع ما بين شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو من مشاريع وزارة الإسكان أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشاريع الوزارة أو البناء الذاتي وتهدف المبادرة إلى تمكين حصول منسوبي الغطاعات العسكرية في الخدمة على السكن الملائم عبر تقديم قرض إضافي بحد أقصى 140 ألف ريال إضافة إلى تغطية أرباح التمويل المقدم من قبل الجهات التمويلية عبر برنامج القرض العقاري لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال على أن يبدأ المستفيد بسداد القرض الحسن بعد الانتهاء من سداد التمويل الأساسي أي بعد 15 إلى 25 عام بحد أقصى كشفت وزارة العدل عن إصدار 36 ألف وكالة إلكترونية خلال خمسة أيام منذ إطلاق الوزارة عصر التحول الرقمي في قطاع التوثيق الأحد الماضي وبيّنت وزارة العدل أن التحول الرقمي للتوثيق يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر ويمكنهم من تنفيذ ذلك عبر موقعها الإلكتروني وأكدت الوزارة الموضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق أطلقت وزارة التجارة والاستثمار دليل التاجر الذي يعد مرضعا شاملا لجميع حقوق والتزامات التجار حيث تقدم الوزارة عبر الدليل شرحا مفصلا للأنظمة واللوائح والخدمات التي ينبغي على التاجر معرفتها والالتزام بها لتمكينه من ممارسة العمل التجاري بكل يسر ولتنظيم العلاقة بين جميع أطراف النشاط التجاري ختام نشرتنا مشاهدين الكرام هذا تذكير بالعنوي خادم الحرمين الشريفين وسموه للعهد يهنئان رئيس جمهورية سورينام بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده الأرصاد تتوقع استمرار هطور الأمطار على عدد من مناطق المملكة وسط معارك عنيفة ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في صعدة والبيضاء شاهدين الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة حافظة أمان الله شكرا لكم على المتابعة